دعونا اليوم نترحم ونتذكر عبد القادر حشاني القادر حشاني رحمه الله الذي اغتيل في مثل هذا اليوم في مثل صبيحة اليوم قبل 23 سنة في 22 نوفمبر 1999 واللي يتابعوني من إخواني أكيد أنهم لاحظوا أنه تقريبا في كل عام أتذكر هذه الواقع أمرات أتحدث عليها بشكل موسع وأمرات أتذكرها فقط لتذكر الناس ومن خلال اغتيال عبد القادر حشاني رحمه الله وقد كان هو رئيس المكتب مؤقت جبهة الإسلامية واعتقلوه في 92 لما اكتب رسالة لبوظياف يحذره فيها من أن الطريق الذي يسلكه بعد أن نصبه جنيرالات على رأس الدولة طريق خاطئ كما حذر الجيش بأن المضي في الانقلاب قلاه هذا خاطئ وأنه سيكلف الجزائر الكثير وقد كان وكأنه كان يرأ من وراء الحجب كما توقع وكما توقع كثير من بنات وأبناء الجزائر الذين رفضوا مغامرة الجنيرالات في 11 يناير 92 وحذروهم من أنهم تأخذون البلاد إلى الهاوية كان عبد القادر حشاني من هؤلاء ولأنه كان من بين هؤلاء وبالرغم من أنهم لم يجدوا أي جريمة يتهم بها إلا كتابته رسالة مفتوحة ونشرها في إحدى الجرائد إلا أنه ظل سجيناً عندهم أكثر من خمس سنوات من مارس نهاية فبراير بداية مارس الفين الف وتسعمية واثنين وتسعين إلى جويليا إذا كان ذكرتي جيدة إلى جويليا تسعمية وسبعة وتسعين خمس سنوات وبضعة أشهر وهو سجين عند العصابة الإجرامية عند المخابرات الإرهابية دون ذنب ربما كان من حظه على مرارة السجن وقساوة السجن أنه لم يكن حاضراً عندما بدأ عمل مسلح عندما حمل بعض المنتامين إلى الطيار الإسلامي سواء كانوا من الفيس أو خارج الفيس البعض وكانوا قلة عندما قرروا أن الرد يكون عسكرياً أو يكون بسلاح وكان ذلك خطأ وما زل تعتقد أنه خطأ فادح بالرغم أن ربما الناس تختلف في هذه الرأي لكن إجمالاً عبد قادر حشاني كان رجلاً مسالماً ورجلاً داعياً إلى الخير وداعياً جمع الجزائرين لكنه كان صلباً كان جبلاً كان ثابتاً عندما جوا بشي نقلوه المحاكمة في جويليا سبعة وتسعين بعد يوم الجلسة اللي حاكموه ولم يجدوا شيء فأطلقوه ضربوه ضرب شديد ضرب عنيف وحذروه من أنه ينطق بكالمة يدفع ثمن ولكنه لم يستكين لم يخضع لم يركع ورد على القاضي واضطروا إلى إطلاقه لأنه كان هناك ضغط أيضاً خارجي ليس من الدول ولكن من بعض الحقوقيين جزائريين وغير جزائريين لأنهم يعتبرون أنه أنه كان هناك عشرات الآلاف من المظلومين ولكن عبد قادر حشيني كان معروف وخاصة أنه كان مسالماً تماماً لكن كونه كان مسالماً وكونه كان لم ينخرج في الرد على العصابات بالعنف المضاد هذا لا يعني أنه كان أو ممكن أن يكون خاضعاً أو يستمع إليهم أو يشروه حاولوا معه عبد قادر حشيني بكل طرق حاولوا معه بكل طرق رهبوه سجنوه رهبوه عذبوه ضربوه وعندما أطلقوا صراحه أعتقدوا بالإخلاص رهو ممكن يلين ممكن يخضع ممكن يخاف وهو الذي يسكن في شقة صغيرة في باب الواد في الحي الشعبي العاصمة من بعد بداوي تقربوا منه وتقربوا منه بعثوله رسل من بينهم واحد كان على أساس أنه كان برماني وعلى أساس أنه إسلامي وكانوا تقرب منه ووصل إلى أن قال له أنه توفيق يعرض عليك إذا قبلت طريق المصالحة كان هذا الكلام في 99 لما جابوا بوتفليقة يعرض عليك الفيلا ويعرض عليك السيارة ويعرض عليك الصلاير الأجر فقط كلمة واحدة من عندك أنك تقبل الوئام المدني اللي كان يتكلموا عليه آنذاك خاصة في صيف 99 قدر حشين قال لهم أنا مع المصالح أنا مع الوئام لكني لست مع المخادعة لست مع النفاق لست مع الكذب ما تطرحونه هو نفاق وكذب وهو أنكم تجعلون من الجنرالات القتلى تجعلون منهم مخلصين وغطنيين وحرروا البلاد وأنقذوها وتجعلوا من المستضعفين والمظلومين أنهم هم اللي كانوا إرهابيين هذا ليس صحيح وأنني تماماً أريد الصلح والمصالحة ومع حل أي مشكل ووقف الدماء كان أنا ذاكي تكرر كلمة وقف نزيف الدماء لكنني لست مستعد أن أكذب على الناس لست مستعد أن أنخرط في مسعى أنا أعرف أنه خاطئ وأنه كاذب وأنه مخادع وأن هذه ليست مصالحة وأوئة منما هذه هذا خداع كيف ما داروا معه ويذكر ابنه اللي كان معاه حدثت لي واقعة مع هذا البرلماني أنا أورح لي اسمه الآن لكنني ذكرتها أكثر من مرة هذه عبما الواقعة حدثت لي معه واقعة وين كان هناك برنامج شارك فيه هذا البرلماني مع واحد من المناظلين وما كش واحد ذكرنا فيه هنا من الآن من خوتنا فقلت له في هذا البرلماني كان افتجاه المعاكس قلت له أنك أنت شخصيا من حملت المفاتيح وذهبت لعبد قادر حشاني والتقيت في سيارته وكان معه ابنه يومها وعرضت عليه الفيلا والسيارة والأجر وكل شيء حسن حسن العريبي نعم بارك الله فيه اللي ذكرني فيه هذا البرلماني كان يسمى حسن العريبي فنفى ذلك واتهمني بالكذب ونفى ذلك وقال لنا وارفق وحسبي الله نعم الوكيل بهذا المعنى فأنا طبعا اللي خوف كبر بيتخاف فاتصلت باللي كان أروالي القصة واحد من إخواننا قلت له من فضلك كما ركسمعته رهو حسن العريبي نفى في البرنامج نفى أن يكون هو اللي كان وسيط أو كان يتوسط عنده التقادر حشاني واللي أرسلوا توفيق قلت له كيف نتأكد من ذلك قال لي سهلا نروح عندهم للبيت وراح هذا الأخ الفاضل رح للبيت التقى ولد عبد قدر حشاني وكانت أم أبنة عبد قدر حشاني يعني زوجة عبد قدر حشاني كانت حاضرة وأبنه أنا ذاك كان هذا الكلام نتكلموا على 2006 يعني إذا ذكرتي جيدة كانت في حدودة في 2006 ابنه الكبير كان في العشرينات من العمر قال له يا عمي أنا كنت حاضر مع والدي عندما جاء حسن العريبي بالعرض هذا اللي ذكره محمد العربي في البرنامج قال له أنا وما ذكره محمد العربي في البرنامج هو الصحيح وهو الدقيق لأني أنا كنت حاضر كان يومها عمري 16 أو 17 سنة هذا الكلام 99 فشهد ابن عبدالقادر حشاني ابنه الكبير بأنه بالفعل حاضر واليوم اللي جاء فيه حسن العريبي يعرض على عبدالقادر حشاني الفيلا والمفاتيح والسيارة بمفاتيح والآجر وكل شي طبعا كاين اللي يشروهم مرات ما هوش بفيلا أو بسيارة أو بآجر شهري طول الوقت كان اللي يشروهم أحيانا بكلمات يتلاعبوا بيهم كان اللي يشروهم أحيانا بيعشاء يخلصوه لهم كان اللي يقدروا ويقلبوهم ويشروهم لأنهم فيهم داخلهم فيهم واحد الصوفتوير هكذا إذا شئنا يعني بتشبيه يعني فيهم واحد القابلية للخيانة قابلية للعمالة ما يحتاجوش شيئا كبيرة مرات فقد يتكلم معهم ذا بتاع مخابرات فيحصر واحهم وكأنه فتحت لهم السماء جنت فتحت لهم لأنهم نفوس خسيسة ورخيصة أما النفوس اللي فيها شهامة وكرامة وعزة فإنها بالعكس تعتبر هؤلاء الجنرالات ليسوا أكثر من قتل أو مجرمين وهكذا كان يعتبرهم على القادر حشاني في حديثي معاه نكلم مع حديث عبر التليفون جاء ذكر مرة واحد كان معروف وكان يقول بأنه هو يمثل الجبهة الإسلامية في الخارج ربح كبير وبالفعل كان مشهور ومعروف على أساس أنه يمثل الجبهة الإسلامية في الخارج إلى آخره فجاء في الحديث قتلوا ففلان ربح كبير وهو يقول كذا وكذا قال لي أخ محمد هذا ما هو ربح ما هو كبير ربح كبير كان في ألمانيا وما كانش عنده أي شكال ما كانش عنده أي مشكلة بل بالعكس يعني كان آمنا لبس عليه وحتى الضغوطات كانت خفت عليه لأنهم عرفوا خطابه يعني عرفوا خطابه عرفوا كلامه وعرفوا أنه متورط مع ما يسمى بآن ذاك مزراج مدني مزراج إلى آخره اللي كان يقول أنه يرأس جيش إسلامي للإنقاذ جبال إسلامية للإنقاذ قالت دائما أنها لم يكن لها ذراع عسكري إطلاق وأن ما يسمى بجيش إسلامي للإنقاذ شكله ناس دون أن يستشيروا قيادة جبال إسلامي للإنقاذ وأنه طبعاً الجيش الإسلامي إنقاذ فيه وعليه كالناس لم يكن عندهم أصلاً خيار يعني هربوا الجبال لأنهم لكان ما هربوش يقتلوهم ويعدموهم وهذه حقائق نعرفها وكان في آخرين المهم في ذكر ربح كبير قال لي ما هو ربح ما هو كبير عند قدر حشاني كان في الجزائر تحت الضغوطات الرهيبة تحت المتابعة حتى كان اكتب رسالة ونشرت يومها الرسالة لوزير الداخلية رسالة مفتوحة يقول له راهم يتابعونني ويضغطون علي وفي كل المخابرات مش مخليتني نتحرك نهائياً ومرة في المكالمة معايا يقول لي راهم هنا مشتركين حتى نتكلم أنا داخل الكابين تليفوني كموش مخليين نتكلم يعني من شدة الضغوطات اللي كانت عليها كانوا يقول له فقط اقبل اقبل هذا الوي ام اقبل ما هو ما عرض عليك وخلاص تخرج مش تخرج من الغرقة تولي مليونير يعطوك المال الذي تريد والسيارة الذي تريد والفيلة موش حتى الذي تريد ربما الذي حلمت بها يوماً ما قال لهم لا النفوس الكبيرة النفوس العزيزة قال لهم لا هذه قضية شعب وقضية حق وباطل قضية حقيقة وأن نقبل مال الدنيا كله مقابل أن نعطيكم كلمات باش تخدموا بيها لأنه كان هو المثل الشرعية تعالفيس كان هو وكان بالنسبة لهم ويهمهم جداً أن يعترف قائد الفيس أو رئيس الفيس المؤقت بهذا الجبل الإسلامي النقاد بهذا الأمر لكنه رفض نفوس عزيزة وعظيمة فكان الثمن بعدما تأكدوا بأنه لا الترغيب جاب معاه ولا الترهيب جاب معاه ما قدروا شي يطمعوه ما قدروا شي يخوفوه فذات يوم قتلوه وهو دخل عند الدونتيست أعدموه وقالوا أن القاتل أسمه فلان الفلاني فؤاد بولاميا بعد يوم يومين قالوا أن أملقوا عليه القبض وأنه وأنه تضح من بعد خاصة في بحاكمة فؤاد بولاميا وكان أنا ذاك صحفيين اثنين نقلونا مجريات ما حدث منهم خذير بوكايلة صحفي القدير ودريدي صحفية أخرى أيضا تسمى دريدي وين يقول فؤاد بولاميا بأنني لست أنا الفاعل لست أنا القاتل مشينا لاقتل عبد القادر حشاني وأنهم عرضوا علي عرضوا فؤاد بولاميا أن يقبل ويعترف وفيما بعد رحيني سامحوه وينقصوله ويتلقوه إلى آخره اعترف فؤاد بولاميا بأنه لا علاقة لها في الحقيقة المخابرات الإرهابية هي التي أقدمت على قتل عبد القادر حشاني لأنه رفض كل العروض انتاحهم ورفض ولم يخضع لكل الضغوط انتاحهم ولذلك التذكير به مهم جدا طبعا في تاريخنا الجزائر الحمد لله كينين كثير من اللي ذكرهم من التاريخ اللي رفضوا أن يخضعوا وأن يركعوا لهذه العصابات الإجرامية فدفعوا الثمن وفي المقابل كينين أيضا اللي قدمهم لنا تاريخ وقدمنا كم كانوا أخزان عظماء من جهة دفعوا الثمن أو شردوا أو منهم أي تحمد ظل مشردا حتى مات في منفاه في سويسرا منهم عباسي مادني الذي أيضا ظل مشردا بعد سنوات السجن والاعتقال إلى أن مات في منفاه في الدوحة في قطر ومنهم الذي اغتيل مثل محمد خيدر أو كريم بالقاسم أو غيرهم اغتيالات وهناك أسماء ربما مش معروفة وأسماء معروفة لكن دائما كين أولئك الجبال الراسخة ثابتون على الحق وكين أولئك الأقزام لبمجرد من تأتي المحنة أو المشكلة أو العرض أو يركعون كين البعض ركم تعرفوهم الآن أصبحوا أكثر ممن يلحسون الرنجس هذا هي الدنيا الحمد لله أنا مخدمة من هؤلاء وهؤلاء وهذه كلها فتن بشبان شكون هم اللي على حق وشكون هم اللي على باطل أتقدر حشاني ظل شامخا ثابتا إلى أن قتل ورفض أن يكذب الشعب الجزائري رفض أن يمضي في وآم كاذب ومخادع رغم المغريات ورغم أنه كان يعلم وكتبها الوزير الداخلي في رسالته وقال هن لي ولغير اللي كان يتواصل معهم من أنهم المرجح أنهم سيعدمونه أنهم سيقتلونه كان يعرف الثمن ودفع الثمن لماذا؟ لأنه باش يخلي تلك الآثار وباش نذكره اليوم كم من شكون منكم اللي يعرف رابح كبير أنا متأكد أن اللي تحت الأربعين سنة ربما الأغلبية العظمى ما يعرفوش أو سمعوا بيه هكذا كان ممكن رابح كبير يدخل التاريخ لكنه دخل في الالفين وستة تحت حراسة المخابرات الإرهابية لما راح لمدينة دينة القل ذكروا لي اللي كانوا حاضرين هناك قالوا والله تحت حراسة المخابرات وتحت حراسة البوليس وأنه لما يجد يدخل المسجد الناس لم يكن تشوف فيه كانت تنظر فيه على أساس أنه خائن رغم أن رابح كبير خيانته إذا شيئنا ما يش بذلك الظهور وذلك البروز يعني ما راح يمدح في توفيق وفي اسماعيل العماري وفي ناصر الجن لا لا راح يمشي معاهم في المشروع بدون أن يقدم لهم مديح واسع من يتذكر عبدالقاد الحشاني ومن يتذكر رابح كبير وعندما نتذكرهم كيف يذكر هذا ويذكر ذاك برغم كما قلت أن حتى رابح كبير هذا دفع ثمن وسجن وشردة وسجن في الجزائر وسجن في ألمانيا لكنهم في لحظة معينة استطاعوا يتلاعبوا به استطاعوا يخدعوه هذا هو التاريخ ولذلك نحن نتذكر كم تستطيعون أن تتذكروا من أسماء العملاء في الخمسينات اللي كانوا حركة عند فرنسا لو كان نزار ما أبقاش في السلطة بعد ما نتذكره شاء الله نتذكره الآن لأنه جاءوا اللي في السلطة ودر الإنقلاب إلى آخره هو أسمع العماري وإجنيزية يعني اللي قاموا بالإنقلاب وإلا ما نذكره مش لكننا كنا نتذكر أولئك العمالقة الشهداء بإذن الله من الرجال والنساء الذين قاوموا وقتلوا قاتلوا وقتلوا أو عذبوا وسجنوا وبقى أثرهم عميق وتاريخهم عميق يتذكره الناس رغم مرور السنين عبد قادر حشاني وأمثال الذين قتلوا قدرا والذين رافضوا أن يخضعوا أن يركعوا هم مثال هم نبراس هم نور دائما يذكرنا ونتذكره ويبقى الأجيال من خلفنا وعندما تسقط هذه العصابات وهي ساقطة بإذن الله سيكتب هذا التاريخ وسيعرف أو تعرف الأجيال من الذين كانوا على حق وثبتوا من الذين كانوا على حق وسقطوا من الذين كانوا على بعض منذ البداية تاريخ سيذكر ذلك ويذكره ربما مطولا رحم الله عبد قادر حشاني وكل من قتل مظلوما في أرض الشهداء اللي رأي متحكموا فيها السفهاء والقتل المجرمين بداية من مشنغريحة ومرورا إلى كثيرين من القتل قتلت السينة ترجمة نانسي قنقر